اهلا بك كابتن اهلا بك اهلا بك مش عارف اسألك كلك ايه بصراحة يعني اداء او هزيمة غير متوقعة بصرف النظر عن الاداء انت بتلاعب فرقة فنيا ضعيفة جدا 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 فمش عارف ايه اسباب الهزيمة اللي انت او ايه النقاط اللي انت دونتها عندك في الورقة بتاعك انا هدون ايه غير انه اليوم الاسوأ في تاريخنا يعني النهاردة بلاها فرقة مدارس ما عندهمش فكرة عن الكرة بيتنقلوا ازاي الكرة مع بعض بيدوركوا الكرة قاوت مستنين هزيمتهم في اول شوط باي شكل جالك ضرب الجزاء اهضرتها اه انا هزيقولك كرة تقدم لا ترحم لا ترحم الاداء اللي هو متعالي انا حاسن فيه لعيبة النهاردة واقفة في الملعب بتقدي كده مش عاجبها ارضية الملعب مش عاجبها الشكل بتاع الكرة كرة قوي عنده حافز كده انه هو يكون موجود قدام الجماهير بتاعته قدام بلد اللي هو بيلعب قدام فانا ما شوفتش الكلام ده عندنا في لعبتنا احنا لعبتنا الحياة بتلعب على الواقف مستعى جدا من ارضية الملعب كنا خيفين من الحكام وبننكرم على الحكام بتلع اجمل ما في المبرار حياة راجل الحكام حاجة ما نتمناش ولا نحلم بيها ما عرفش في حالة تعالي كده من اللعبة وحالة خزيان كده ورضاء بالنقطة ان هما يتعدلوا ده يبقى كويس وما فيش كلام ده في الكرة لا ترحم لا ترحم التهاون التهاون ده مش موجود في الكرة مهما تكلمنا وعندنا درس جامد جدا في المباراة القسيوتي انت القسيوتي يضاغ تسعين دية وكرة بتتوديوها انت برجلين احنا اللي بنواديها وبأيدينا بتخش في ناجون فما ينفعش اللي حصل النهاردة ده في وقفة كبيرة جدا طبعا انت كلمت في الاداء الفني اداء فني فعلا انبرا وجوه في لعيب النهاردة انا بلعب فرقة زي دي رزي ما بقى ريها كويس او من الاول شوت اللي كان عندي امكانية ان انا احرز هدف اتنين وتلاتة اخلص المباراة واستريح باتنين فراودة لازم الراجل اللي مراهن واست بش قادر يوقف يعني ما لازم بفيه سابورت جنب ومعاوش بش حاجة مش كل مرة عطعمه في عشرين دقيقة او عطعمه في وقت زي ده ففي اه الحكاية مجملة كده على بعض لا فيه واقفة كبيرة جدا للعيبة وللجهاز وكل حاجة وحايدين نعرف عايدين نعرف ايه اللي بيحصل عايدين عارف نتي تطلع تتكلم تبلغنا ان في ارحاق يعني احنا مش شافين اي اداء يديك فرصة حتى يديك يعني احنا حاديين احنا بنتكلم مع بعض مولده لو لعبوا الكرة بس ده قالوها كده حيوصلوا الجنب صورة ما شفناش حتى اي شكل من كل لاعب الحقيقة موجود بيترجم انا ممكن اكسب فرقتي النهار ده كل عيب يتكل عالتاني ان هو اللي يغطي عليه اه مستغربين لما الفرقة طلعت عشوائية اوي كده نزلوا هم كمان لتحت اكتر مش يزيدوا بقى ويدوسوا ويخلصوا فيه امكانيات لعيبة غير موجودة كمان هي تخلص لك الحكاية كلها فالحكاية بقت امكانيات لعيبة وارادة وفيه تهاوم في الملك زبط ربيع هو طبعا اه فوارئ كبيرة جدا في الجانب اللي يبقى من الشروط الاول والشروط التاني الشروط الاول طبعا فريق كامبالا سيتي ما كانش موجود خلط مرة كان على فترات كبيرة جدا